ثم قال الناظم رحمه الله وحاء حص حصاء حط الحق وسين مستقيم يسط يسق أي رقق الحاء من هذه الكلمات الثلاث كلمات وأيضا رقق السين من ثلاث كلمات أخرى فالآن يجب أن ننتبه إخواني الكرام إلى الحاء من هذه الكلمة من كلمة حص حصاء فلاحظوا عندنا الحاء مرققة الصاد مفخمة الحاء مرققة والصاد مفخمة مرة أخرى ويجب أن ننتبه أكثر إلى الحاء الثانية لماذا؟ لأنه يكتنفها حرفاء استعلاء الآن نقرأ قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت امرأة العزيز الآن حص حص الحق هكذا ثم قال أحطت لاحظوا أحطت فأولا ننتبه إلى الحاء أحاء ولا نقول أحط هكذا نفخم وأيضا إخواني ننتبه إلى الإضغام هنا عندنا إضغام بين الطاء والتاء إضغام متجانس ناقص فيجب أن نحرص على صفة الإطباق في الطاء تبقى صفة الإطباق من الطاء فنقول هكذا أحطت أحطت وسنشرح ذلك قريبا إن شاء الله بعد الانتهاء من باب التنبيهات وباب الراءات إذن نقرأ قول الله تبارك وتعالى فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين أما الحاء الثالثة في هذا البيت التي يجب أن ننتبه إليها فهي في كلمة الحق فلا نقول الحا هكذا إنما الحا هكذا الحق إذن قال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم نعم ثم قال وسين مستقيم سين مستقيم عفوا وسين مستقيم يعني احرص على السين فلا تقول المستقيم نسمع البعض يقول هكذا احرص على السين فلا تفخمها إنما رققها إذن نقرأ قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم ثم قال يسطو فكما تلاحظون إخواني الكرام هذه ليست كلمة قرآنية بهذا الشكل إنما هي جزء من كلمة قرآنية والكلمة القرآنية هي في قول الله تبارك وتعالى يكادون يسطون فالنظم لم يسعف الإمام من الجزر بأن يأتي بالكلمة كاملة فكتبها بهذا الشكل المهم هنا إخواني الكرام أنه يجب أن ننتبه إلى السين لأنها تجاور الطاء فالبعض يقول هكذا يسطون يسطون فهذا لا يصح إنما يجب أن ننطق السين مرققة هكذا يسطون الآن نقرأ قول الله تبارك وتعالى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وأما الكلمة الأخيرة في هذا البيت فهي يسطو وهذه الكلمة إخواني الكرام كسابقتها لم ترد في القرآن الكريم بهذا الشكل إنما هي يسطون لكن النظم كما ذكرنا لم يسعف الإمام من الجزر فأورد جزءا منها المهم في هذا هو أن ننتبه إلى حرف السين كي لا تتأثر بحرف ألقاف فلا نقول يسطون هكذا إنما نقول يسطون الآن نقرأ قول الله تبارك وتعالى وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ترجمة نانسي قنقر